السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا عايز اخويا وحبيبي اللي بشاهدني يقدر يكمل الفيديو للنهاية ويريد تدعمنا باللايك وتشرفنا بالاشتراك في القناة انا لو حضرتك عندك اي خردة من الموبايلات انا بقول لك بلاش تتصرف فيهم او تديهم لبتاع الخردة يريد تحافظ عليهم لانها عمل لك منهم مشاريع جميلة جدا وحاجات تقدر تستفد منها انا مبدئيا هنا كل جهاز عندي بحتفظ بيه لو بوردة زي دي هعملك منها فكرة وفكرة عبقرية جدا هتفيدك في اي مشروع حضرتك حيب تعمله انا عندي الموبايل ده موجود في الخردة ده موجود في الخردة انا عايز بس اتشاهد معايا الحاجات القيمة اللي هي في الخردة وممكن نرميها برخص الطراب او ممكن نرميها في الشارع ولكن هي حاجة قيمة جدا الجهاز ده اصلا مزود بباوربانك اساسه مزود بباوربانك يعني ايه يعني معنى كده ان انا اقدر اشحن منه موبايلات اقدر اشحن منه موبايلات ولكن الجهاز ده تالف انا ما جيت اشغاله اتضح ان هو شغال ولكن الشاشة مقطوعة وفصلة نهائي وحاولت اجيب زيها في السوق مش لقيها في السوق فانا فكرت اعمل منه فكرة جميلة جدا هتفيد اغلب اخواتنا اللي بيشاهدونا على القناة انا هنا انشاهد مع بعض الاول الموبايل مقطوعة الشاشة بتاعته بايزة ايها يعني مفيش منها امل ان هي ترجع تاني خلاص مش موجودة في السوق يبقى انا هعمل ايه انا هفكر استفاد من البوردة اللي موجودة واستفاد من البطارية لا ده انا هستفاد من حاجة افضل من البطارية اللي موجودة هنعمل ايه هنقفل الجهاز كده تاني وهنبدأ بقى نشوف هنبدأ نشوف بقى الحاجة القيامة اللي موجودة في الجهاز ده وكان عندي في الخردة من ضمن الاجهزة اللي هي ايه اه اللي بايزة طبعا كنا هنرمها في الخردة لكن انا بحتفظ بالحاجات دي دايما انا هاجي هنا ارفع هلاقي ان البطارية ما شاء الله حاجة قيمة جدا تعال بقى نشوف البطارية دي كام البطارية دي 4000 ميلي امبير حاجة محترمة طيب يعني معنى كده ان انا عندي دايرة شحن فريدة من نوحة نعم عندي دايرة شحن قوية جدا هتقدر تشحلي بطارية 4000 ميلي امبير ده شيء عظيم جدا ان هي تشحن بطارية بالحجم ده ولكن انا هوظف دايرة الشحن دي في حاجة اهم من كده بكتير حاجة كل الناس بتبحث عنها حاجة كل الناس بتفكر تحل مشكلة شحن البطاريات الليسيوم طيب انا هاجي هنا اشوف بقى البطارية الليسيوم دي اللي موجودة معايا دي كام ميلي امبير علشان نقدر نقيم ان دايرة الشحن دي هتشحلي كام بطارية مع بعض انا عندي دي البطارية دي 1200 ميلي امبير معنى ذلك ان انا اقدر اشحن اكتر من بطارية على الدايرة اللي موجودة في الموبايل ده هنقدر نشحن اكتر من بطارية بازن الله طيب نقدر نشحن كام بطارية يفترض ان حضرتك تعمل تحسب ان دا 4000 ميلي امبير يعني لو انا معايا اربع بطاريات البطارية 1000 ميلي امبير هتقدر تشحن اربع بطاريات ولكن لو انا جبت تلات بطاريات زي كده هقدر اشحن التلاتة على طريقة التوصيل على التوازي ونوصله مع التوازي يبقى ناخد الموجب على الموجب على الموجب والسالب على السالب على السالب هنجمحهم مع بعض ونقدر بقى نشيل بقى كل الحاجات دي بعيد ونبدأ نستفاد من دايرة الشحن اللي موجودة في الموبايل اللي هو في الخردة هبدأ الاول اوصل الموبايل بالشكل دا على الشحن فيه حد يقول لي تب ما تستخدم المنفذ بتاع الباوربانك دا وتشتغل على البطارية بتاعت الجهاز انا بصراحة حاولت تستخدم المنفذ دا ولكن اتضح ان المنفذ دا مقفول من الموبايل من الداخل من الاوبشن بتاع الجهاز مقفول فلازم ان انا شغل الشاشة علشان ابدأ ادي له امر تجريل لمنفذ اليو اس بي فانا فكرت اوظف في حاجة برضو اهم حاجة مهمة جدا ان انا اقدر اشحن منه بطاريات الليسيوم ومش هشحن بطارية واحدة لان انا هشحن ثلاث بطاريات مع بعض وهيبقى قوة الشحنة اعلى واسرع كمان من البطارية الاصلية انا دلوقتي هوصل التلاتة دول زي ما قلنا على التوازي بحيث يبقى عندي الانبير لما اقول مثلا التلاتة الواحدة 1200 يبقى عندي 3600 ميلي امبير 3600 ميلي امبير عظيم جدا ان انا اشحن حجم ده هنبدأ نجيب بقى التلات بطاريات اهم بالشكل ده قدامك وصلناهم بالشكل ده ادي السالب مع السالب و ادي الطرف الموجب مع الموجب وجبنا مشبك يمثل الطرف الموجب والمشبك التاني يمثل الطرف السالب سريعا هنوصل على الشحن الاول نتطمن ان لائر الشحن شغاله وزي الفولي ولا لا وصلنا في الشحن كده الموبايل و هنبدأ نجيب القافو نشوف الفولتية اللي خارجة اللي هنقدر نوظفها فيه شحن بطارات الليسيوم شغاله ام لا هنقول بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ نقيس كده الاطراف ونشوف الفولت اللي خارج الفولت اللي خارج زي ما انتم شايفين بسم الله اربعة فولت وتسعتاشر اربعة فولت طيب عزيم خالص نقلب كده نبدل عشان نعرف الطرف الموجب فين والسالب فين كده زي ما انتم شايفين اهو يبقى ازا اصبح عندي الطرف معنى كده ان انا اقدر اجيب بقى كده المشبك ده واصل اقول بسم الله وواصل الطرف الموجب على الموجب اهو هذا الطرف الموجب اهو وقادي الطرف السالب كده عظيم كده البطاريات دي بتشحن بطريقة محترمة جدا دايرة الشحن دي هتفصل أوتوماتيك عند امتلاء البطاريات يعني لو سبت الثلاث بطاريات ليسيوم يشحنوا للصبح هيشحنوا وأنا متطمن لأن مش هحصل أي مشكلة لأن الدايرة اللي موجودة في الموبايل هتقدر تفصل أوتوماتيك فرجاء لو أخوي وحبيبي ليه عنده جهاز زي ده بالظبط تقدر تسيبه طيب لو جهاز من الألواع القديمة تقدر تسيبه ونقدر نوظفه برضو في أن احنا نقدر نشحن منه بطاريات ونعمل منه أفكار عديدة كتيرة هتفيد كل الناس المشاهدين وكل المتابعين الناس اللي دايما بتشجعنا وبتشترك معنا في القناة الناس اللي أنا دايما بشكرهم ومش بنسى الفضل لله سبحانه وتعالى سمليهم في أن احنا نقدر نوصل لأعلى مستوى بإذن الله ده كده احنا قلنا أن الدايرة دي هتشغل عندك الشحن أوتوماتيك وهتفصل أوتوماتيك عند امتلاء البطارية في واحد تاني هيقول لأنا ما قدرش أجيب حاجة أثبت فيها البطاريات تقدر تقدر تجيب حاجة زي كده مثلا تقدر تسبت فيها عدد البطاريات بحيث أن حضرتك تقدر تشحن البطاريات فرداني يعني إيه فرداني يعني لو أنا عايز أشحن بطارية واحدة هتشحن معك بسرعة لأن التلاتة ممكن ياخدوا وقت معك ولكن دي هتشحن معك بسرعة فتقدر تعمل حاجة زي كده بحيث أن انت تسبت فيها البطاريات وتقدر تشحن من دايرة الشحن اللي موجودة في الموبايل حد هيقول للموبايل قد الموبايل قدام عينك قد البطارية حاجة ممتازة جدا فكرة عظيمة جدا أن حضرتك تقدر توظف دايرة الشحن اللي موجودة في الموبايل ده تقدر توظفها في شحن بطاريات لسيوم بطريقة آمنة وتلات بطاريات مع بعض كمان الشحن هيبقى سريع لأن دا التلات بطاريات طبعا 3600 ميلي أمبير ولكن القدرة اللي كانت بتشحن عليها البطارية 4000 ميلي أمبير يارب يكون أخواتي وحبايب استفادوا من الفيديو وياريت أخويا اللي دايما بيشاهدني واللي دايما بيكتب لتعليق محترم وأنا دايما بشكرهم ياريت حضرتك تفعل الجرس على وضع الكل بحيث أن احنا أول ما نرفع محتوى جديد أو نرفع أي فيديو جديد يروح لحضرتك إشعار بأن فيه فيديو ومحتوى جديد على قناتكم قناة إبداعات محمد الصفطوي ياريت أخويا ما ينساش يدعمنا باللايك ويشرفني دايما وجودك واشتراكك في القناة وتنتظرنا في فيديو جديد ومعلومة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة